تأهلت مملكة البحراء ممثلة بفريق خالد من حمد لفنون القتال المختلطة للهواء إلى الدور نصف النهائي من بطولة الهند المفتوحة لفنون القتال المختلطة والتي ينظمها الاتحاد الهندي لفنون القتال المختلطة بإشراف الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة والمقام حاليا بمدينة مومبي الهندية بمشاركة 300 مقاتل ومقاتلة من القارة الأسيوية ضمن منافسات وفعالية إكسبو هذا وأجرى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النايب الأول لرئيس المجلس لعلال الشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى اتصالا هاتفيا هنأ فيه مقاتلي فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواء بعد المستوى الرائع في الأدوار التمهيدية والتأهل إلى الدور نصف النهائي في البطولة وأكد سموه أن تطور مستوى مقاتلي الفريق بشكل كبير يدل على التحضير الجيد وقوة البرنامج التدريبي بإشراف المدير الفني لفريق الهواء رضا منفردي والمدرب ألداروف والمدرب رينات أحمد شاكرا سموه المجهود الذي بذله الطاقم الإداري والفني والمقاتلون لتحقيق نتائج مشرفة ورفع اسم مملكة البحرين في هذا المحفل القري كما أكد سموه أن الفريق يعمل بخطة واضحة نحو الارتقاء بمستوى الفريق والذي نتج عن المستويات التي ظهر بها في المشاركة الخارجية الثالثة كما اعتبر سموه العام الجديد والمشاركة في بطولة الهند المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواء بداية جديدة للفريق في المشاركات الخارجية وبوابة لتحقيق المزيد من الإنجازات والميداليات كما أعرب سموه عن شكره لأفراده وعضاء الفريق على المجهود الذي بذلوه من أجل تمثيل مملكة البحرين خير تمثيل والظهور بالمستوى الذي أدهش الجميع مؤكدا سموه عن سعادته بالمستوى الأكثر من رائع للمقاتلين وتمنيا سموه لهم التوفيق في الأدوار القادمة من البطولة